اشتركوا في القناة تشفوا عن مفاجآت سياسية بالمشهد الجزائري والستريت جورنال تتساءل هل اشتعلت الحرب الاقتصادية بين بكين وواشنطن؟ البداية من صحف الاحتلال وصحيفة اسرائيل اليوم وتحت عنوان عودة لاغتيالات جاء العنوان الرئيسي للصحيفة وضعت الصحيفة صورة لعملية اغتيال احد القيادات الفلسطينية في القطاع مع الاعتراف بمقتل اربعة اسرائيليين نتيجة الضربات الصاروخية للمقاومة في غزة اللافت ان الصحيفة اشارت الى ان تكلفة اعتراض الصاروخ الواحد والذي يطلق من غزة من قبل منظومة القبة الحديدية بلغت ما يقرب من 80 الف دولار الى جانب التكلفة المرتفعة لبطاريات الصواريخ وعمليات التشغيل مجددا ارحب بضيفية وابدأ مع الاستاذ احمد ابو دوح مستشار صحيفة اندبندنت البريطانية ضيفي من لندن يعني حينما تخرج الصفحة او هذه الصحيفة وهي الصحيفة الاولى في دولة الاحتلال وتوزع بالمجان كما تعرف عندما تخرج بهذا العنوان مع وضع صورة للدمار الذي لحق بسيارة الشهيد الفلسطيني ما هي الرسالة من وراء ذلك اعتقد ان الصحيفة ارادت بكل بساطة ان ترسلوا رسالة الى قادة حماس بشكل شخصي هذه المرة بعيدة عن التصعيد العسكري الذي كان يجري في حين صدور الصحيفة على الارض كانت تريد ان تقول ان اسرائيل تدرس العودة مرة اخرى الى الاستهداف الشخصي لقادة حماس وهي بذلك تريد ان تقنع قادة حماس بتخفيف التصعيد او التراجع عن التصعيد ضد اسرائيل خوفا على حياتهم الشخصية وعلى التركيبة القيادية داخل تنظيم حماس بشكل عام اعتقد ان اسرائيل في النهاية هي التي فهمت ان عليها ان تتراجع عن التصعيد ضد قطاع غزة لاسباب تكلم فيها المحللون كثيرا وهي يوروفيجين التي من المقرر ان تنظم لاحقا هذا الشهر بالاضافة الى العيد القومي لتأسيس اسرائيل وبالتالي الوقت كان غير مناسب لاسرائيل اكثر منه غير مناسب لقطاع غزة وحركة حماس ثانيا اعتقد ان اسرائيل تريد من وجهة نظري ان هذا التصعيد الذي حصل هو بداية لتطبيق صفقة القرن بمعنى ان اسرائيل تريد ان تفرض واقعا جديدا في قطاع غزة يمهد الطريق لفرض صفقة القرن التي تحدث عنها جاريد كوشنر بعد كما قال بعد شهر رمضان وبالتالي اعتقد ان يوروفيجين سيمر واعياد القومية في اسرائيل ستمر لكن من الممكن ان نشهد تصعيدا اخر بالتزامن مع طرح هذه الصفقة او قبل مباشرة طرح هذه الصفقة وبالتالي اتصور ان اسرائيل هي التي كانت مجبرة هذه المرة وليس فصائل المقاومة الفلسطينية على انهاء التصعيد والتراجع عن القتال في قطاع غزة طيب استاذ هشامي هل تعتقد ايضا ان مسألة التكلفة المادية التي اشارت اليها الصحيفة لهذه الاعتداءات الاسرائيلية يمكن بالفعل ان تؤثر سلبا على مسيرة نتنياهو وان تؤدي اولا الى وقف التصعيد الاسرائيلي ثم بعد ذلك احراج نتنياهو لصرفه كل هذه الاموال في عملية عسكرية لا طائلة من ورائها ربما كانت هذه من ضمن الرسائل ولكن اعتقد ان هذا هي المشكلة الاساسية في اسرائيل المشكلة الاقتصادية والتبعية لمواصلة احتلالها لفلسطين والارض الفلسطينية هذه ليست المرة الاولى التي نعيش فيها مثل هذه المواجهات وكما تبدو وكما هي التاريخ ماثل بين ايدينا لن تكون الاخيرة على الاطلاق اسرائيل مارست منذ قيامها دور القوة المحتلة ولكنها نجحت بدعم دولي وبدعم اقليمي وبدعم سميه ما شئتي نجحت ان تجعل هذا الاحتلال في مرات مختلفة تكلفته منخفضة نوعا ما ولكنها في كل مرة ستستمر وستواصل الاحتلال هذه الاراضي واعتقد ان المسألة هي مرة اخرى هي وضع الامور في غير نصابها وضع الامور في غير معناها الحقيقي الاساسي وهو الاحتلال اسرائيلي في كل مرة نتحدث عن مواجهة وان اسرائيل لديها اسبابها حتى لا تعلنها حرب شاملة وكأن هذا الاحتلال الذي لم ينتهي منذ عقود ليس حرب مستورة ومفتوحة وثم هناك من يخرج علينا وقول ان حماس ضمن دراسات معينة وشروط معينة وقياس معين للوضع لا تريد في هذه المرة ان تصاعد كثيرا هل يجوز ان يقتل الابرياء والمدنيون والاطفال النساء والشيوخ في كل مرة ولا يجوز ان يقتل قادة سياسيون على الجانبين فلا نسمي ذلك حربا صحيح ان لكل مواجهة ولكل حرب خطوطها الحمراء ولكن هذه هي الحرب الوحيدة المفتوحة التي ليس لها خطوط حمراء طيب دعنا نتحول من اسرائيل اليوم الى صحيفة اندبندنت عربية والتي اهتمت بقرار ايداع السعيد بوتفليقة الشقيق الاصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين للمخابرات عثمان ترطاق ومحمد توفيق مدين في الحبس المؤقت وكشف مصدر المسؤول للصحيفة ايضا عن ان اعتقال المجموعة جرع على خلفية عقدهم اجتماعات مشبوهة بالتنسيق مع شخصيات واحزاب سياسية من اجل تمرير خارطة طريق تعاكس توجهات المؤسسة العسكرية في حل الازمة السياسية استاذ احمد ابو دوح يعني الصحيفة تكشف عبر لسان مصدر مسؤول ان السبب وراء اعتقال ابو تفليقة وغيره من المسؤولين المتهمين بالفساد وعقدهم الاجتماعات وصفتها بالمشبوهة معيار كلمة مشبوهة من وجهة نظرك اعتقد صحفيا ان الصحيفة نقلت على لسان المصدر الذي لم تسميه وهو في الغالب مصدر حكومي وبالتالي عند نقل عن لسان مصدر فلا تكون الصحيفة طرفا في هذا الوصف الذي اطلقته على هذه الاجتماعات لكن في كل الاحوال اعتقد ان هذه رسالة يريد الجيش والجنرال قايد صالح في هذه المرحلة ان يوصلها الى وسائل الاعلام والتي تبرر حملة الاعتقالات التي قام بها وشملت السعيد بو تفليقة والجنرال توفيق والجنرال عثمان ترطاق اعتقد ان الشارع ربما رضي مرحليا عن هذه الحملة لكن في نهاية المطاف الشارع يفهم جيدا ان هذه الحملة انتقائية منذ ان بدأت وشملت رموز الفساد في الجزائر كانت انتقائية لم تشمل جماعة عنابة التي ينتمي اليها احمد قايد صالح نفسه اتصور ان حملة الاعتقالات تأخذ منحا مريبا بعض الشيء وهي في ذلك تقوم تشبه حملة تصفية الحسابات اكثر منها حملة القضاء على الفساد القايد صالح يريد ان يوظف هذه المطالب في الشارع المطالبة بالقبض على رموز الفساد في الجزائر لتصفية حسابات اجنحة داخل النظام لكن السؤال اليوم هل تؤدي هذه الاعتقالات التي شمل التوفيق الذي نعلم ما هو النفوذ الذي يتمتع به في المؤسسة العسكرية هل تشمل او هل تؤدي الى انقسام داخل المؤسسة العسكرية هل نشهد اعتراض الجنرالات على هذه الحملة التي اسميها انا انتقائية وهي واضحة يعني مثل وضوح الشمس لا ندري لكن في نهاية المطاف هذا يعكس ان احمد قايد صالح يريد ان يستخدم الفساد كفزاعة نعم هذا ما تجيب عنه انه الهدف من ذلك هو استخدام الفساد كفزاعة هل هو ايضا لارضاء الشارع بان هناك حراك على المستوى الحكومي طبعا هو يريد جزئيا ان يرضي الشارع هذا كان جزءا من مطالب المحتجين لكنه لم يكن الجزء الاساسي لمطالب المحتجين المطلب الاساسي هو ان يسلم الجيش الحكم الى سلطة مدنية ان يتخلى عن مصار الدستوري البحث الذي يصر احمد قايد صالح على اتباعه وهو اجراء انتخابات في الرابع من جولاي الرابع من يوليو المقبل وهو خيار غير واقع على الاطلاق قد يبقي على رموز الفساد في ماكنهم داخل النظام وقد يقوم بعملية تغيير في الاسماء فقط كما سميتها في مقال في صحيفة الاندبندنت وبالتالي اعتقد ان الشارع سيدخل في صدامة احمد قايد صالح قريبا ان لم يتم العدول عن هذه الاستراتيجية الانتقائية في محاربة الفساد وفي بين قصين الضحك على الشارع عبر هذه الحرب على الفساد الوهمية الى الان التي اثبتت انها انتقائية فقط طيب استاذ هشام عبدالله هل يمكن القول ان عملية الفرز بدأت في الجزائر بهذه المحاكمات او ربما يكون هذا هو الهدف المعلن هو اطفاء هذه الصفة وان هناك بالفعل عملية فرز ومكافحة الفساد اما انها بالفعل تصفية حسابات ليس اكثر يعني اضافة لما تفضل به الاستاذ احمد ضيفك الكريم يعني اقول التالي احنا امام نظام قوي متماسك نظام له عشرات عقود من الزمن على الساحة الجزائرية يملك مختلف الادوات والاليات معبر عنها بمؤسسات ومنظمات مدنية وغير مدنية سياسية وغير سياسية وهو الباع الطولة واليد الاقوى في الجزائر وهو تعامل مع المرحلة حتى الان اعتقد يعني بين قوسين بذكاء خوفا على انهيار كامل للنظام وطبعا لا اعتقد ان انهيارا كامل النظام سيكون لصالح احد ولكن النظام الحالي يريد ان يفحص في كل خطوة يخطوها كيف ستكون عليه ردة الشارع ودعينا نقول هنا ايضا انه لا يعني ذلك ان مثل هذا النظام القوي المتماسك لا يعرف توجهات الشارع ولا يعرف ما هي الامكانيات في مثل هذا الحراق ولكنه اعتقد كما صارت الامور حتى الان سيتعمل مع المسألة مرحليا في كل مرة الا اذا انفجرت الامور عليه داخليا نتيجة حسابات وتصفيات داخلية عندها ستتجه الامور الى طريقة غير الطريقة التي تسير فيها الان طيب دعونا نتحول الى السياسات الامريكية والتنافس مع الصين ولها نصيبة في جولة اليوم صحيفة والستريت جورنال قالت ان الصين تدرس الغاء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة من المقرر ان تجرى في واشنطن هذا الاسبوع بعد ان هدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة رسوم الجمهورية المفروضة على بضائعها والتي تقدر قيمتها بمائتي مليار دولار ذكرت الصحيفة ان الصين ستقوم بسياسات اقتصادية ردا على تهديدات ترامب استاذ احمد يعني القول بانه كما اشارت الصحيفة الى ان توقيت اشتعال الحرب بين الصين والولايات المتحدة يثير الكثير من التساؤلات كيف ترى هذا التوقيت لا اتصور ان المسألة متعلقة بالتوقيت باكثر من ما هي متعلقة بميكانزم المفاوضات الجارية يعني هو دونالد ترامب نفسه وصف بانها تو سلو او بطيئة للغاية ولم تحقق المطالب التي دخل عبرها او بسببها دونالد ترامب في مفاوضات تجارية مع الصين اتصور ان الاعلان الذي اعلنه ترامب شكل صدمة كبيرة في القطاع المالي العالمي والاقتصاد العالمي يعني شاهدنا انحضارا كبيرا في سعر اليوان بمقدار واحد فاصل تلاتة في المئة خام برينت النفط تراجع بمقدار اتنين فاصل ستة في المئة لا نعرف الى الان اذا كانت تصريحات دونالد ترامب تمثل هذه الاستراتيجية التي اشتهر بها والتي تسمى فيها التفاوض استراتيجية حافة الهاوية بمعنى انه يضغط على خصومه باكبر قدر ممكن ثم يتراجع في اخر لحظة ام انه سيكمل في هذا المصار وصيفرد تعريفات الجمركية بمقدار 25% على ما قدره 200 مليار دولار من البضائع الصينية نحن لا نعرف الى الان لكن في نهاية المطاف اذا قرر المضي قدما فسيكون ذلك game changer او سيحول مصار الاقتصاد العالمي والقطاع المالي العالمي وسيشكل سيخنق في طبيعة الامر القطاع المالي العالمي بعدما ازدهر هذا القطاع بعد التفاؤل الذي كانت ترسله الرسائل من داخل غرف التفاوض بين الامريكيين والصينيين اعتقد ان كبير المفاوضين الصينيين ليس من المحتمل ان يذهب يوم الجمعة الماضي او هذا الاسبوع المقبل الى الولايات المتحدة اتصور ان الصينيين سيعزفون عن المضي قدما في الجولة التي كان من المتوقع ان تستمر في هذا الاسبوع المقبل واذا فعل ذلك فلن يكون امام دونالد ترامب اي خيار سوى ان يمضي قدما في فرض هذه التعريفات الجمهورية نحن لا نعرف ايضا اذا كانت التعريفات الجمهورية ستقف عند حاجز السلع التي بمقدار 200 مليار دولار ام ستشمل ايضا يعني سلعا اخرى بمقدار 325 مليار دولار كان هدد بها الرئيس الامريكي ايضا لكن في نهاية المطاف الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن الصينيون لا يبدو انهم على استعداد للتراجع في مواجهة سياسات دونالد ترامب العشوائية في ادارة الحرب التجارية مع الصين لكن سنرى في الايام المقبلة ما سيحدث وسنرى ايضا التأثير السلبي على مقدارة هذا التأثير على الاقتصاد العالمي طيب استد هشام يعني هنا ترامب حينما اعلن عن هذه الازمة اعلنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السؤال هنا بشيئين اولا فحوى هذه الرسالة انه استخدم اولا وسائل التواصل الاجتماعي والثاني فحوى الرسالة انه عبر عن ازمته مع الصين دون اي استشارة لفريق مستشاري هل يعني يمكن القول انه هذه التويتا هي تعبير عن ديكتاتورية اعلامية من قبل ترامب يعني نعم يعني هذا ترامب نحن امام يعني اصبحنا الان نعرف ترامب اكثر من ذي قبل مر حتى الى السنة الثالثة من ولايته وهو عودنا على طريقته هذه طريقته الاستفزازية التي تخصه نفسه ولكن ان كان يعني صحيحا ان ترامب هو صاحب هذه الشخصية المثيرة للجدل السياسية الذي يمكن ان يتصرف بدون ان يعود الى مستشاريه والذي يمكن ان يخرج علينا من خلال تغريداته المتسارعة دوما وهو ناشط جدا على على التويتر في هذا المجال التي يمكن ان تفاجئنا في كل مرة ولكن انا اميل الى القول ان هذا يمثل فقط جزء اساسي من اللعبة السياسية التي يتبناها اليمين المتشدد داخل الحزب الجمهوري الامريكي وهو يقف في الخلف وراء ترامب ليس بالضرورة وراء طريقته واسلوبه وانما المضامين يعني يمكن ان تصل يعني النسب التي تحدث عنها ترامب الى الى الحد الذي يقول عنه او يمكن ان تقول ان تكون هذه التعرفة اقل من ذلك ولكن بالضرورة وعلى اي حال سنجهد تغيرا في المجال وفي علاقات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية وليس بين الصين طبعا وهي الاقوى على المستوى العالمي ولكن بين مختلف دول العالم ليس على الطريقة الترامبية ولكن على طريقة اليمين المتشدد الامريكي الذي يختبئ وراء قفزات واستعراضات الرئيس الامريكي ترامب طيب اسمحنا ان نخرج الى فاصل قصير نستعرض بعده تفاصيل الخروج الثاني لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي اهلا بكم من جديد قالت صحيفة دالي تليغراف ان رئيسة الوزراء البريطانية ريزا مي اجرت تخطيط سيناريو لاجراء استفتاء ثاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في حالة اضطرارها من البرلمان لعقد استفتاء ذكرت الصحيفة ان مي اجرت مناقشات مع المسؤولين والوزراء حول اجراء استفتاء من شأنه ان يمنح الناخبين الخيار بين ترك الاتحاد الاوروبي مع صفقة او مغادرته دون صفقة او عدم المغادرة على الاطلاق استاذ احمد ابو ضوح يعني هناك تخطيط وهو مكان مستبعد الاستفتاء ثاني لتعاطي مع ازمة البريكزيت اولا هل هذه معلومة من الصحيفة ام بالفعل يعني مصادر او معلومة صرحتها هه هو استنتاج من الصحيفة او معلومة صربتها مصادر مسؤولة وهل هنا بالفعل مي يمكنها ان تدير المسألة بهذه الطريقة اعتقد انها معلومة منطقية تماما بالنظر الى النتائج الكارثية على حزب المحافظين التي اظهرتها الانتخابات المحلية التي اجرت الاسبوع الماضي تريزا مي تجد نفسها مجبرة اليوم على التوصل الى اتفاق مع حزب العمال وحزب العمال كما نعلم يشترط ان يعني ثلثي اعضاء البرلمان من حزب العمال يشترط استفتاء اخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حتى يقبلوا التوصل الى ديل مع تريزا مي طبعا يوم الثلاثاء من المنتظر ان يعود المفاوضون من الجانبين بين الحزبين الرئيسيين في بريطانيا الجلوس على طاولة المفاوضات من المتوقع ان يعتعد تريزا مي العمال بمطلبهم الرئيسي وهو البقاء في الاتحاد الجمركي والكثير او المزيد من الحقوق للعمال لكن في نهاية المطاف الجدل داخل حزب العمال والانقسام داخل حزب العمال والضغط الذي يمارسه عدد كبير من اعضاء البرلمان وايضا اعضاء في حكومة الظل على زعيم الحزب جيريمي كوربين يعني يقلص مساحة المناورة التي يتمتع بها كوربين في التفاوض مع تريزا مي ويجبر تريزا مي على ان تطرح خيار الاستفتاء بما انه الخيار الوحيد الذي من الممكن من خلاله ان تكسب دعم حزب العمال داخل البرلمان لتمرير اتفاقها في هذه الحالة اذا تم هذا الخيار فسيتم التصويت على خيار مي او ديل الذي توصلت اليه مي مع الاتحاد الاوروبي في حزب العماء في داخل داخل قاعة مجلس العموم لكن بشرط ان يطرح ايضا على الناس في استفتاء عام لا اتصور ان ذلك من الممكن ان يكون استنتاج من قبل الصحيفة اعتقد ان بريطانيا تتجه في هذا المصار اليوم وسننتهي في نهاية المطاف الى استفتاء اخر لا محالة طيب محطتنا اخيرة هي زاوية تقدير استراتيجي بالصحافة العالمية وحديث موقع مركز الامن الامريكي الجديد انه بعد ثمانية اعوام على بدء الازمة السورية انتقل النزاع في هذا البلد من حرب بين حكومة الرئيس بشار الاسد ومعارضيها الى نزاع بين القوى الخارجية التي تدخلت في الحرب وقال الموقع في تقدير الاستراتيجي اذا ما يجري في سوريا انه يجب على الولايات المتحدة تنشيط عملية تغيير النظام عن طريق مساعدة اعادة الاعمار في المناطق المدمرة في شمال شرق سوريا استاذ هشام يعني التقرير هنا يشير الى وجود تنافس للفوز بخيرات سوريا وكعكة اعادة الاعمار يعني كيف تقيم هذا التقرير والذي يأتي من معهد استراتيجي قائم على دراسات الاستراتيجية الرصينة لقضايا العالم طبعا هو مركز امريكي وامريكا ليست في اللعبة بنفس القدر الذي كانت عليه منذ بداية هذه الحرب وتقسيم الكعكة ان كان سيتم الان بين المتدخلين الرئيسيين روسيا وايران وطبعا الى حد ما تركيا فان ذلك سيبقي الولايات المتحدة الامريكية باقل من المستفيدين يعني صحيح اننا نتحدث ونحن بصادر التقرير صادر عن مركز مهني ومعروف ولكن بالفعل يعني بالفعل هذا هو الوضع الحالي في سوريا الان الحرب التي بدأت بين المعارضين وبين النظام انتهت الان الى يعني شبه نزاع ما بين هذا النظام الذي لا نسمع منه كثيرا لا نسمع سوى من المتدخلين الرئيسيين روسيا وايران وطبعا الى حد ما تركيا فبالتالي يعني نحن بالفعل امام مثل هذا النزاع القائم ولا ندري حتى اللحظة كيف يمكن ان تنتهي اليه الامور بناء على مصالح كل طرف من هذه الاطراف ولكن واضح تماما وانا لم اطلع على التقرير بشكل اساسي ولكن واضح تماما ان الاقل استفادة من هذا الموضوع سيكون هو الشعب السوري والسيادة السورية والوطن السوري استاذ هشام عبدالله الكاتب الصحفي الفلسطيني كنت معنا من رامالله شكرا جزيلا لك اشكر ايضا نضيفي من لندن استاذ احمد ابو دوح مستشار صحيفة الاندبندنت البريطانية شكرا جزيلا لكم والشكر المصول لحضرتكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة انتظرونا يوميا في نفس المواعد الى اللقاء اشتركوا في القناة